بحلقة جديدة النهاردة فيديو جديد عن الأبراج والنهاردة هنتكلم عن الطاقة العاطفية أو الحالة العاطفية لكل برج من الأبراج في شهر عيد الحب أو في شهر الفالنتان يعني شهر قدامنا تقريبا سابين دايز على الفالنتان كل سنة وإنتوا طيبين كل سنة وإنتوا عايشين حياتكم بحب وسعادة ورضا ويا رب إن شاء الله بإذن الله جمعكم بالصول الميت بتاعكم أو طبق مراحكم يا رب الناس كلها تكون سعيدة ومبسوطة إن هم لقوا شريك الحياة المنسب فهنتكلم النهاردة عن الطاقة والحالة العاطفية لكل برج من الأبراج في شهر في شهر فبراير ومارس يعني شهر من دلوقتي من أول 7 فبراير حتى 7 مارس من النهاردة وكل إيه طاقة اللي هتبقى مصيدرة على كل برج من الأبراج كلا عايزة بليوز ما تنسوش تابعوني على الساشال ميديا وقلولي كلام ده مظبوط ومتطفق معاكو ولا لا طيب خلونا نبتدي بأول برج من الأبراج وهو برج الحمل برج الحمل طاقتك ممكن يكون عندك ندم على حاجة من الماضي يعني في حد من الماضي انت سبته أو قررته خلاص الانفصال عن بعض فأنت بتشتقله يعني حاسس بشتياء كده حاسس أنه وحشك حاسس أن الشخص ده أنت مفتقد في حياتك الشخص ده كان بيدعمك الشخص ده كان بيقدم لك حب حب بلا حدود فأنت خيف أن أنت ما تعوضش الحب ده وأن أنت بتلاقيش حد يحبك بالطريقة دي فموضوع ده مقلقك فأنت بتتذكره بعشقك كده بتشتقله حاسس بشوء ولا هفة ليه ومع ذلك أنت مش عايز تبين ضعيف فأنت مش عايز ترجع له فممكن تكون بتحاول تقنع نفسك بأبشن قدامك يعني حد موجود قدامك كده أنت عملت وقول لا هو كويس لا هو مناسب فشايفك بتقنع نفسك بأحسن الحلول اللي قدامك أصحيح أنت في حد من الماضي أنت شايف أنه هو سابك أو هو تخلى عنك أو ما قدرتوش تكمله مع بعض بس أنت دلوقتي بتحاول أن أنت تقول أنا خلاص همشي وهكمل حياتي وهو الحمل عنيد فأنت بتعرض أنه لا هو الخسران وأنا همشي وهو هيفضل يندم علي طول حياته وأنا الحل اللي قدامي ده كويس وبتقنع نفسك بحد يعني في حد أنت عملت تقنع نفسك به وعملت يقول هو كويس هو أكيد 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 هو بيحبني أكيد هو هيقدم لي الحب والحنية فأنت بتحاول تجمل الصورة اللي قداما ده برج الحمل دي طاقة العطفاء المساطرة على برج الحمل قلولي الكلام ده متفق ولا معايكو ولا لا ندخل بعد كده على برج التور الترابي اللي بتحكم في مشاعره جدا 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 شايفاك يا برج التور عندك حد أنت حاسس بمشاعر نحياته حاسس بحب حاسس بأنه شخص ده هو الشخص المناسب بس فيه عند في العلاقة دي مش طبيعي يعني فيه عند ما بينك وما بين الشخص ده بشكل كبير جدا انت بتعند وبيعند ووضح أنت بلتنين عنيدين جدا بس الشخص ده انت مش عايز تاخد معاي انت الحد الوقت ما صرحتلوش بمشاعرك وكل ما تاخد خطوة بترجع خطوتين تاخد خطوة ترجع خطوتين فيه حجم قلقات من العلاقة دي أو شايف أن فيها مثلا انت بتعمل مشاكل لنفسك أو بتعمل عقبات لنفسك مع أن العقبات دي في الحقيقة مش موجودة بس انت اللي بتخط العقبات دي أو انت شايف أن ممكن حد تاني أحسن يجي أو option تاني أحسن وحد أحلى من الأحسن أو أحلى فانت مش ايه بتحاول أن انت تقول لا 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 أنا هستنى لما حد أنا شايف أن فيه فرصة أفضل ممكن تكون تستنيني وتقرر أن انت تبعد حيث أن انت مش قادر ترجع في حاجة غريبة في حاجة بتشدك للشخص ده حاجة magical كده لان انت كل ما تقول أنها بعد عقلك ممكن ما يختارهوش لأنه واضح أن العلاقة دي فيها مشاكل فيها اختلافات كبيرة ممكن تكون اختلافات في الديانة اختلافات في السن اختلافات في المستوى الاجتماعي فالشخص ده فيه تحديات فانت بتقول لا هو مش مناسب وكل ما تيجي تعترف له تقول لا أنا مش هقدر اعترف له أنا مش عايز اعترف له انت خايف انت بطيق طبعا انت عارفين أن برج تقول من أبراج البطيقة بالاعتراف بمشاعرها قدام حد فكل ما تيجي تقول أنا هتعرفه هتكلم تقول لا مش هقدر وترجع تاني ترجع لورا وكل ما تحاول تشوف حد التاني تحس لا مش قادر انت مش شايف حد غيره فبترجع له تاني العلاقة دي فيها اون و اف فيه خناقات كتير هو مناسب ليك يعني الشخص ده انت مطافق معه ومناسب معيك وانتو متفاهمين هو بيحبك على فكرة جدا وانت بتحبه جدا بس أنا شايفة ان انت بتعند مع نفسك وبتعند مع الشخص ده وانت ما بتعترفش بمشاعرك والشخص ده برضو شخص واضح نواصق في نفسه شخص قوي فهو بالتالي يعني انت بتضيعه من ايدك بسبب الان و الاف اللي عندك يا برج تعالوا نتكلم عن برج الجوزاء برج الجوزاء شايفاكم الفترة دي في حاجة كده انت عملت تحط برضو يعني حاجة يعني حاجة مناسبة ليك او في شخص مناسب ليك بس انت كون شايفة تقول لا لا مش مش مفوش كذا يعني عمل ايه تعقد نفسك في الحياتك يعني عملت تعقد نفسك وعملت قول لا انا مش عندك عزراء مشكلة العزراء والجوزاء اللي اتنين دولت عندهم كارثة كارثية في حياتهم انه عندهم دايما عندهم دايما اللي هو سقف طموحاتهم عالي في العلاقات فمش سهل حد يعجبهم ويفضله دايما متوقعين هيقوك يجيلهم فرصة احسن دي مشكلة الجوزاء دلوقتي برضو ان انت زي ما يكون فيه قدامك حاجة كويسة جدا بس انت عملت وقول لا مش داخلها دلوقتي انا شايف انا مستني انا حطت في دماغي بقى حد هيبقى هجيل على الحصان الابيض يخطفني مرة واحدة فبتغط تكره نفسك في الابشنز الموجودة قدام بتغطي تقول لا 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 دا معندش فلوس كتير لا 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 وشايفك مهتمة جدا بالحلال مادية للشريك يعني معتقدش ان هي حاجة يعني انت شايف ان انت عايز مفتوى مادي معين فشايفك بتبص الفلوس شوية الفترة دي يا برج الجوزاء وبلاش كده بلاش كده طيب ندخل بعد كده على برج الاسد برج الاسد برضو عندك شخص في حياتك انت مش مقتنع به بنسبة 100% الاسد الشخص ده مش مالي عينك خلوني اقول بصراحة بساطة شديدة جدا فانت عمال ايه بتحاول ان انت تسأل عنه بتحاول ان انت تشوف هل انت هتكامل مع شخص ده ولا لا الشخص ده بيحبك جدا على فكرة ومشاعره من نحياتك مشاعر حقيقية وهو شخص بسيط وشخص طيب يعني هو قطيب منك يا برج الاسد على فكرة انت عمال بتلفه وبتدوره عليه او بتلعب به هو طيب وتلقائي وجدع شخص جدع على فكرة حنين حب بيحبك هو بيحبك بجد بلا قيود انت بقى اللي عمال بقى ايه عارفين انت لما تقول تلف في حد انت عمال بتلعبه كده بلاش كده يا برج الاسد يا اون يا اف انا شايفك كل ما تقول لا خلاص انا هسيبه انا عايز اسيبه مش مستراح والعلاقة دي بعد هو يبعد عشان هو برضو عنده كرامة وعنده كبرية وعايزة النفس تقول ايه ده هو سابني فترجع تاني تقول لا انا عايزه تاني فترجع تمسك فيه فبعدين يقولك طب يعني تعايز ايه ما انت مش فهمك فانت تقوله طب سيبنا فكر يسيبك تفكر لا انا مش عارف انت محتروا محاير نفسك يا برج الاسد الاسد محتروا ميزان كمان محترت سبحان الله انت الاتنين زي بعض دلوال انا وقعت السرطان نرجع تاني للسرطان السرطان شايفك يا برج السرطان عندك حالة تمرد من اول السنة والسرطان كده متمرد يعني يعني مركز شغلك الفترة دي انا شايف السرطان مركز اوي شغلك بس انت عندك حبيب يا برج السرطان الحبيب ده تعبك انا شايفها علاقة مجهدة جدا بالنسبالك انت عايز تخرج برا العلاقة دي عايز تقفلها وتمشي وتسيبها والحبيب ده عامل بالنسبالك زي الادمان كده انت مدمنه فكل ما تقوله مش مناس بتخلقوا مع بعض كتير جدا واضحنا فيها اخلافات كتير وفيه اخناقات وفيه ضرب نار بيحصل بس انت مدمنه فكل ما تقول العلاقة دي مش صحية بنسبالك وانا همشي وهسيبه ومش قادر ومش عارف وعايز خلاص مش قادر كل ما تحاول ان انت تمشي تحس ان انت لأ مش قادر وبترجع تاني انت يعني حبيبك يعني انتو الاثنين على فكرة شايفين انت مش مناسبين من بعض هو كمان شايف انت مش مناسب وهو شايف انت مش مناسب وانتو الاثنين حاسين ان فيش تناسب ما بينكو. بس مش قادرين تبعادوا عن بعض. عاملين زي المياه الهوى كده. يعني ولا بحبك ولا بقدر على بعدك. فلازم يا برج السرطان قابع نفسك قادة وشوف هل هتتقبل عيوبه هتتقبل المشاكل والقناقات اللي بتخصل ديته بمدى الحياة. ولا انت شايف ان هي علاقة فعلا فيها نرجسية وفيها انانية وفيها مشاكل. فانت عايز تبعد. فقرر واختار طريقك يا برج السرطان. تعال بقى نرجع تاني للعزراء عشان انا قلت الاسد. فنرجع نقول العزراء. برج يا جماعة. تحية لكل برج العزراء عشان. I love you جدا. برج العزراء انت في علاقة متعبة ومجيدة جدا بالنسبة لك. يعني انت يعني العلاقة دي انت مش انت فيها. يعني انت حاسس بمشاعر بس لحد الوقت انت مش قادر تصرح بمشاعرك لان الشخص اللي قدامك مش ميديك فرصة. هو ما صرحش بمشاعره. فبالتالي انت ما تعرفش تاخد فرس تفا. انت واقفت مستنيت. يعني انت كدك ستاند باي. تقوله يلا اخد فرس اكشن عشان انا محتاج ان انت ترد علي او محتاج ان انت بتفهمني او محتاجة. فانا شايفك شوية مش مستقرة عاطفيا. وشوية تقول لا انا مش عايز عاطفه اصلا. انا مش مفكر انا مفكر في ناجحاتي وفي شغلي. واضح ان عندك انا كمان عندي مشاكل كتير في شغلة يا جماعة. عندك مشاكل في شغلة فانت عايز تركز في شغلك. وفي نفس الوقت الشخص ده انت you have some feelings this person. فانت حس ان انت لأ ما انا انسان برضو وعندي مشاعر. بس كل في حاجة اكبراك ان انت مش عارف. يعني في حاجة انت مش اناني في العلاقة دي على فكرة. واضح ان انت مش اناني خالص في العلاقة دي. فانت مستني الشخص ده تقوله يلا بوح بمشاعرك. اتكلم. انا مستنيك تتكلم علشان انا عايز اجيلك. وهو مش بييجي. فبالتالي انت واقف حاط ايدك على خدك كده. اللي هو انا مستنيك على فكرة. يلا يلا. اه او هو شخص عنيد وانت عنيد فانتو الاتنين عنيدين مع بعض وبتاندو مع بعض. اه ففي عندكو عند كده قوي جدا ما بينكم وما بين بعض. في عدم هو مش بياخد اكشن وانت بتالي مش بتدي ري اكشن فانتو الاتنين واقفين كده. بتتحركوا مع بعض كده. فاهمين? لان هو انت بياخد خطوة انت بترجع. هو ياخد خطوة انت بترجع. فواضح ان هو يرجع. لغباطة عندك عاطفية جدا. عندك برضو ايه عبراء حيرة ما بين اشخاص. يعني ممكن عندك كده شخص في حياتك بيقدمو لك وبيعرضوا عليك الحب. انت مركز مع شخص معين فعلا. بس الشخص ده مش ميديك الفيت باكر انت عايزه. هم حيارك. محيارك هم غيرك على رأي عمر ديت. قولوا لي الكلام ده مظبوط يا عزرائيين ولا لا. هل الشخص اللي انت بتتعامل معاه في الحب. او حاسس بمشاعر قوي نحياته. هو مصرح لكش بحب. وعمل يلففك ويدورك كده حواليه نفسك ولا لا. طيب ندخل بعد كده على برج الميزان. برج الميزان شايفة عندك حيرة شديدة في علاقة. في علاقة برضو انت محتار فيها. يعني محتار هل ادخل وكمل واتجوز وعمل ولا ارجع تاني. وبرضو عندك تعلق بشخص من الماضي. يعني انت عندك مقارنة بين حد قديم كان مبهر بالنسبالك. وحدك دي مش لافت انتباهك قوي. فعشان كده ده مخلي عندك حيرة قوية جدا. طيب حاول ارجع لشخص الماضي بس شاص الماضي رفضك على فكرة. او هو خلاص ميش يوسيبك. فانت مش عارف ترجع للماضي. فبالتالي بس الماضي ده بنزلك يعني احسن حاجة ممكن تحصل لك في حياتك. فبالتالي بتفضل تقارن. ارجع للماضي ولا كامل في الحاضر ولا ارجع ولا الحاضر ده كويس ولا مش كويس وعمل ترف حواليه نفسك. لازم تاخد قرار وتتعود ان انت ازاي تعرف تاخد قرارات. شايفة عندك الفاترة دي غيرة. يعني عندك على الحبيب القديم على فكرة. وغيرة برضو على الحبيب الجديد. فده فيحيارك اكتر. طب انا بغير على دا وبغير على دا. يا بق ان اعيز من فيه هم. مش عارفها. كمان يا برج الميزان شايفة ان فترة دي اه. يعني انت انت محتاج حب على فكرة. انت محتاج ميزان وعزراء على فكرة. اللي الفترة تن دولتي فترة تيزي. ميزان عزراء وعقرب. لتلاتة دولت محتاجين حب معتاجين عندهم واحدة. يعن الميزان عنده واحدة والعزراء عنده وحدة والعقرب عنده وحدة التلاتة دولت والدلو كمان عنده وحدة التلاتة دولت حاسين بالوحدة حاسين ان هم مغالقين على نفسهم حاسين ان هم عايزين حد يحتويهم تعالوا بقى ان يجي على برج العقرب برج العرب انت تشهر بوحدة شديدة انت ديلا حب يا عقرب العقرب الفطرة دي يا جماعة حاسس ان هو مش لاقي حد يحتويه مش لاقي حد يحبه مش لاقي حد يملأ عينه فبالتالي انا شايفك واقف مكانك اللي هو إمتى هيجي الحب فبتدور على الحب على فكرة وعمالك كل بقتي وفي حد تقول هو ده الشخص المناسب بعدين يرجع مش هو الشخص المناسب وشايف فيه عقارب بتير جدا ممكن تكون رجعت للشخص قديم من الماضي لأنه أو حد كنت بتحبه حصل رجوع ما بينكم ما بين بعض فشايف أن فيه احتمال كدير جدا أن أنت تتصلح مع حد من الماضي أو أن أنت ترتقوا مع بعض صفحة جديدة وفيه ناس تانية يعني ناس المنفسرين في ترجع لحد أنت بتحبه مثلكم مفاصلين بقى لكو فترة وسبيشالي لو حد من برج ترابية طيب بس أنا شايف العقرب بيدور على الحب أنا نصيحتي ليك يا عقرب خليك مكانك الحب جاي لك يعني فيه حب جيد جاي لك بس متفضلش أنت تدور على الحب طول هو ده وتفضل تعالى نفسك بأشخاص وهمينين بلاش تدور على الحب المؤقت الوهمي استنى لحد ما الحب الحقيقي يجي بم كده في وشك بعد كده تعالوا نتكلم عن برج القوس شايفه برج القوس عنده حالة رضا عنده حالة كده اللي هو رواءانك عارف يا رواءانك بتاع تعمل الدين رواءان عاطفي اللي هو متخنى مع حد هتيجي أهلا بيك هتمشي براختك مع السلامة هو متصالح مع نفسه الفترة دي يعني القوس عنده حالة تبيرة قوية جدا من التصالح مع نفسه عايز يقول يعني إيه أنا سايب سفينة تمشي زي هي مودياني مع حبيبي أو مع شرك حياة ماشى في السلام أنا مبسوط هطاقف برضه أنا مبسوط كله تمام يعني براف يا برج القوس أنا بحب تصالحك جدا جدا مع نفسك نيجي بعد كده على برج الجدي برج الجدي شايفه برج الجدي وفترة دي عنده حالة رومانسيات كده يعني الجدي بالعكس الجدي يعني بدأت أحوال رومانسية في حد بيديك حب يا جدي فأنا شايفهاك مبسوط يعني شخص بيديك الإيجو بتاعك بيديك كلمات حلوة بيديك كلام حب بيديك كلام كلام عطيفي فأنا شايفها الجدي حوالة العطفية تمام جدا بعد مشاكل كتير فشايفة إن في حب في حب أو أنت خايف على شريكك بروتكتف معاه مبسوط معاه حسنو بيحبك فأنت مبسوط وأنا شايفة إن في سعادة عند برج الجدي عطفية حتى لو ما بدأتش هتبدأ معك يا جماعة تعالى ندخل على الدلو الدلو شايفه منعزل شوية وحيد عصبي جدا فشايفك يا دلو اللي هو شايفك زعلان على حجم الماضي بس انت شايف إن هو ما كانش شخص مناسب في حد إنت مفصلت عنه وقررت إن هو إن إنت تتمشي بس أنا شايفك إن إنت مش متضايق إنت عملت أقول هو خسرني أنا مش متضايق أنا مبسوط هو اللي خسر مش أنا اللي خسرت فأنت شايف نفسك إن إنت محتاجت تبصر قدامك محتاجت تارجيت كده إن أنا مستقبلك فأنا شايفك إن إنت عملت أقول لأ أنا هجيلي حد أحسن وده الحقيقة برج الدلو الشخص اللي سبته مكانش بيحبك مكانش شخص مناسب كان بيستغلك ويستغل مشاعرك ويستغل طبتك تعالوا بعد كده ندخل على الحوت الحوت شايفاه عنده حالة غضب عاطفي يعني غضبان على كل حاجة الحوت الفترة دي عنده وحدة عاطفية وعنده غضب يعني غضبان الشريك غضبان الحبيب غضبان إنسل بيحبهم زعلان متحسس متأفف شايف إن في حد مثلا دايقه يا جماعة الريتيا اللي مزعلين برج الحوت يروح لي صالحوهم عشان مش عايزين الحوت ينفجر انت عارفين الحوت ده خطر لما ينفجر كده بيبقى خطر فشايفاك متقوقع على نفسك وساب حبيبك ممكن تكون متخنق معاه زعلان منه ومخصمه بس انت اللي بدأت يا برج الحوت الحرب على فكرة الشخص اللي قدامك عشان فيه بريق حتى تثبت إدانته انت للغلطان يا برج الحوت والله عظيم فيبدأت يا برج الحوت بلاش بس الدراما دي ويا ريت ترجع تصالح الشخص ده عشان هو بيحبك جدا هو زعلان ومدق من عدم وجودك في حياته هو بيحبك حب حقيقي بس انت اللي قررت ان انت تقوله باي باي مع السلامة فهو اجل استنيك على فكرة فيريد تاخد الاكشن وتشيل البلوكات بتاعتك وترجع تتكلم معاه او ترجع ترجع دي لك ادي فرصة ان انتوا تتكلموا مع بعض بطل مش كل ما يقولك كلمة هتقوله طب انا زعلان يلا باي باي بلاش الحركات دي يا برج الحب بشكركم بحبوكو جدا 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 واشوفكو في فيديو تاني اتمنى لكو كل الحب يا رب ان شاء الله كل ايامنا فيها حب وسعادة واستقرار يا جماعة عبروا اللي بتحبوهم عن حبوكو يعني محدش عارف ايلا هيحصل بكرة لو بتحب حد قوله ان انت بتحبه فعلا وقولا بلاش قولا من غير فعلا ولاش فعلا من غير قولا الاثنين يبقوا بارالل او الاثنين كده مع بعض شكرا بتمنى لكو كل السعادة كل الحب يا رب واشوفكو في فيديو تاني يقولوا لي القراءة دي بتتفق معك ولا لا قولوا تفرجوا عليها من فين وانتو